أكدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أنها تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تبني نهج إداري تشاركي وشامل يحقق تطلعات كافة أصحاب المصلحة في المحمية وذلك لتعزيز فرص الانتماء للمحمية لذا عملت الهيئة ضمن جهودها في تحقيق استراتيجيتها على إنشاء أربع مجالس استشارية في جميع المناطق الإدارية التي تتقاطع مع نطاقها